وكنا بنستعرض طريقة من أسوأ الطرق اللي ممكن تدير بها علاقة وهي التخويف وعدنا نتكلم عن التخويف لغاية ما وصلنا إلى نوع من أنواع التخويف إحنا بنسميه النصيح السودة اللي بتشعل النار في قلب الناس فبدل ما تنصح إنسان إنه يتقدم في حياته تخليه يخاف من بكرة تخليه يخاف من اللي حواليه فيعيش في نار الشك وعدم الثقة طول الوقت زي نصيحة واحد تقوله خلي عينك على مراتك الله أعلم برضو ممكن الشيطان أي وقت يلعب بدمغها أو خلي عينك على جوزك أصلي ما فيش راجل إلا والخيانة بتجري في دمه وده فساد عريض والعياذ بالله وإفساد لحياة الناس هنوقف وقفة تنور قلوبنا وتخلينا نحس إزاي ممكن نتخلص من كل هذه الأساليب اللي هي في الحقيقة أساليب سوداء نيجي للنور الأكمل نور حضرة النبي ونشوف بيعلمنا إيه بيعلمنا أن ما فيش حد من حقه أن يعمل ده يعمل فلسفة التخويف فيقول صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلمين أن يروع مسلما ما فيش فلسفة للتخويف وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف حضرته المسلم بأنه منسلم المسلمون من لسانه وياده ولذلك من أهم أشكال السلامة اللي الناس في أشد الاحتياج إليها خاصة في الوقت اللي احنا فيه السلامة من إثارة الخوف وإشعال نار المخاوف اللي أصبحت صناعة وتجارة رائجة وأسلوب حياة عند كتير من الناس وعشان كده فيه عبادة مهمة أوي احنا بنتكلم عنها النهاردة العبادة التي تعلمناها من رسول الله في مشهد هو الأجل من مشاهد الرحلة النبوية صلى الله عليه وسلم لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا أبو بكر وما كانش في الحقيقة بيقول لي سيدنا أبو بكر بس كان بيقول لكل قلوبنا بيقول له لا تحزن إن الله معنا فكان رسول الله سلم بيعلمنا عبادة هو أول من طبقها وهي عبادة التأمين إنه إزاي نأمن الناس وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تأمين تأمين الناس قيمة من القيم الأمهات في الحياة لدرجة إنه لما أتى اليهودي والدليل على إنها قيمة من القيم الأمهات إنه هو يعملها مع كل الناس وكأن قيمة التأمين ده كان جزء من قيمة كان جزء من معنى الرحمة اللي حضرت النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نشوف ده بكل وضوح لما جي اليهودي وأسائل أدم مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جالوا عشان يقضي له دينه وما كانش جيه وقته مع دي السداد وقال له اقضي لي ديني فإنكم يا بني عبد المطالب قوم مطل فسيدنا عمر غضب غضبا شديدا من شدة غيرته على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فرفع سيفه وقال لحضرة النبي مرني أضرب أنقه أنقه يا رسول الله فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي سيدنا عمر كلام بيعلمنا أن التأمين ده هي سنة الأنبياء وسنة كل اللي بيحبوا الأنبياء أفعله إيه؟ كنت أحوج إلى غيري هذا يا عمر أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الاقتضاء فشوف بقى التأمين هيجي زي بقى وحلوته اقضي له دينه بيقول لي سيدنا عمر اقضي له دينه وزده لقاء ما فزعته يعني إيه اللي حاصل زده في قضاء الدين عشان يحس بالأمان فأكتر حاجة ممكن تخليك تعيش في سلام على فكرة اليهودي أسلم لأنه كان كي عايز يشوف جمال التأمين النبوي جمال التأمين اللي هيحصل للبشرية كلها على إيد حضرة النبي فقال له أنا كنت عندي علامة واحدة من علامات النبوة كنت عايزة تطمن منها اللي هي علامة التأمين أنه لا زيده الجهل عليه إلا حلمة ولقد رأيتها فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله إنك تطمن اللي حواليك وتفكرهم إنهم في معية الله السلام تحسسهم إنهم يدوءوا حلاوة لا تحزن إن الله معنا دي قيمة وجمال ما بعده جمال ولذلك إحنا في حياتنا كان عندنا جملة من بديع موفق الله سبحانه وتعالى به أهل مصر في تأمين الناس لما يقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه يعني إيه خليكم تطمن كأنهم عايزين تطمنوا قلوب الناس ويقولوا لهم إن المخاوف في الغالب مش حقيقة وإننا بعين الله الرؤوف الرحيم فإحنا في أمانه